أنها تكون الناقل الرسمي لبعثة النادي الألي في أي مكان؟ شرف لأي ناقل جوي أنه يكون مرتبط بالنادي الألي إن شاء الله بكرة ببعثتنا هتسفر الساعة الثلاثة الطيارة الطير الثلاثة يكونوا موجودين على واحدة ونص إن شاء الله يكونوا في المطار بإذن الله العدد ما هوش كبير ونحن هنطلع من صالة خاصة مخصصة للعيبة الأهلي وفريق النادي الأهلي وإن شاء الله الموضوع مش هياخد أكتر من نص نص ساعة إيه دا الإجراءات عشان التباعد وإجراءات الجوازات الموضوع ما بيخدش وقت كتير بس للإحتياط عشان ما نبقى على الطيارة ونطلع إن شاء الله في معادنا بإذن الله إن شاء الله بيضيف لشركة آير كايرو إيه إن هي تتعامل مع مؤسسة أو كيان بحجم النادي الأهلي بنجور السعيد يسعد فالنادي الأهلي بيسعد جاماهيرو وبيسعدنا كلنا يسعدنا كلنا كمصريين وإحنا كمان نحب إن إحنا نجاور السعيد ونسعد مع كل المصريين إحنا كمان فمن جهة الإضافات لا أعتقد التعاون والتفاعل بيننا وبين النادي الأهلي أعتقد أنه يكون له مردود كويس جدا على آير كايرو ويثبت أقدام آير كايرو في سوق الأحداث الرياضية إحنا لأول مرة بنخش بآير كايرو في الأحداث الرياضية نشاط الرياضي لأول مرة نخش في هذا المعترك وإن شاء الله نبقى على المستوى لماذا توقيت هذا؟ الحقيقة التوقيت هذا هو التوقيت الأمثل الذي كان لازم نخش فيه أولا حركة السفر في العالم ما هيش بالقوة اللي الناس عارفها إحنا عندنا من الإمكانيات أن نقدم هذه الخدمة لحدث كويس زي بطولة أفريقيا وفي مهمة وطنية المشاركة في حاجة زي دي أعتقد كان ده وقتها المزبوط إحنا عندنا الإمكانية والحدث موجود وإن شاء الله الأمور تنفتح فعاوزين نقول للناس إحنا نستطيع ونستطيع مع النادي الأهلي وزي ما حكيت لحضرتك عنوان كبير إنه إير كايرو تبقى بطنئة للنادي الأهلي تمام